السلام عليكم لغزالة ديالي والمويمات واخوتاتي كيف تهيرين نفس عليكم ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير انتم تشاهدوا الفيديو ديال اليوم اليوم هنشارك معكم الراي بالبلدي اقتصادي بلا كينا بلا مواد محافظة بلا تشي حاجة بشي حويج اللي اقتصاديين ومتوفرين في كل بيت مغربي بطبيعة الحال كيف العدادة ايما كنعطيكم الحويج الاقتصادية والحويج اللي يعني تاكلوها بالصحاب الراحة ان شاء الله وتمولي داتكم وما تنسوش خطكم عفاكم اللي لايك دائما كتشاهدوا لي فيديو وكتنسوني من لايك باش هكا الفيديو يشوفوا جميع الاخوات وكل شي يستفد منو يلا خليكم على فيديو وما تمشيوا فينه براكة الله اليوم ان شاء الله الفيديو ما غادش يكون مسرع غاد نخلي الفيديو عادي باش يكون كل شي واضح وكل شي نجح معه الرايب ديال اليوم كناخد كاسرولة وكناخد اطرو ديال الحليب بالنسبة الكيميات قدروا تضعفوها وتضعفو المكونات في نفس الوقت يعني كاملين اللي كتفيتو بنفس القياس اللي دير انا فقط غتتبعو المراحل اللي كنشارك معاكم يلا بسم الله على بركة الله كيف ما شفتو فرغت النس فلتر الاول والنس سيترو الثاني غاد ناخد زلافة ندير فيها الشي شوية ديال الحليب قياس شي كاسد لعن الباهاكاك ديال الحليب والتبقي غاد نديرو معا في الكاسرولة غاد ندير عليه السكر سانيدة اللي كيبقى طبيعي الحال اختياري انا هادر تقريبا اربعة ديال مع علقة ديال السانيدة وغاد ننحركهم زيان هكا باش ندمجوا ديال مع بعدياتهم ونوضعهم فوق النار يعني هاد الكيمياء هادى اللي دبع عندي في الكاسرولة غاد نخليها فوق النار كتغليب حالي كان في الحليب عادي غاد نطيبو الحليب ديالنا عادي بطبيعي الحال مع التحريك باش ندعيف المرة اللوله باش ما كتبقاش تكسانيدة خاتره لنا التحت وهنا يا ذاك الكمياء اللي كتبقى لنا هنا في زليفة غاد نضيف عليها سكر فانيلا وغاد ندير عليها نيدو بالنسبة النيدو اللي تقدرو تديرو تقدرو تستغنو عليه غير هو شنو هو السير ديالنيدوته هو كيختر وكيخليلينا الحليب يجي بحالي بحالي رايب وفنفس الوقت ذاك الماء اللي كيتقلينا ضانون بحالي كيشربو لنا ذاك نيدو يعني هو عندو دورو ما عندوش في نفس الوقت يعني اللي كان متوفر عندو وبإمكانكم أنكم تديروه ما كانش متوفر يعني لا داعي ماشي شي حجرلي ضرورية لأساسي هو دانون وليل كنأكد عليه هو يكون دانون أصير للبنات يعني دانون أصير بناك هادية الفاني هو اللي كيطلع لنا يعني اللي كيطلع لنا يعني الضايب اللي قدرتوش نوعية وحدة أخرى مغير هادي صراحة ما كندمش وش غطي يصدق معاكم ولا لا حيت فايت لي جربت ما كونش لقيت دانون أصير ودرست دانون يعني بلا ما بقى نذكر الأسماء طبيعة الحال درست دانون وحدة أخر وما مصدقش معايا ما رابش ليه كيبقى الحليب جاري يعني وخاكت بقيتك تسيني كيبقى الحليب جاري صافي هنا غادي ندير ذاك المكونات هنا في زليفة وغادي نخللطهم بغيتوا هاد المكونات اللي هنا يديروهم في اديروهم زع ما هاكتة في الاخر في المولينكس ديروهم بغيتوا تتحركوا غيب يديكم كيف مادرت انا بطرب اليداوي يعني كتكتافيوا بذاك القدر غير هو تطربوهم من زيان باش ما كيبقىش لين ذاك الحبيبات ديان نيدو صافي هنا بعد ما غلالي الحليب غادي نطفي عليه وفي نفس الوقت كان يكون مجدل كويسات او لازليفات اللي غادي نصب فيهم ذاك الحليب وغادي نبقى كنخلط بهالطريقة كيف ما مش كتشاهدوه في الفيديو وكنخلط مزيان طب هاد الحال كيكون دفالينا شوي ذاك الحليب اللي غليناه هاك هدوزو فيه ديكم بالطرب اليداوي شوية على ما يتلع منو ذاك البخاري ينقص واحد شوية وعد ذاك ساعات نضيفو ذاك الزليفة اللي فيها المكونات الاخرى في هاد الوقت هاد البناس اشتركوا الفيديو كيف قلت لكم من قبل باش كل شي يكون واضح وكل شي يصدق معاه الرايب باذني الله حيث بزاف دي الناس كيشكروه وبزاف دي الناس تلبوني علي صراحتان سواء دخلوا عندي في تيك توك او في انستغرام كل شي كيقولي فاتي عفاكو شاركي معنا الرايب ردي كنديروه ما كيصدقش اليوم اختي ان شاء الله باذني الله غدي يصدق معك وغدي يدخلي عندي وغتشكريني علي هو بسحتك وراحتك سوف يبدأ نفرغ بها الطريقة كيف مما كتشوفو بالنسبة الهناية للبانيو انا ما كندير فيه لا ماء لحت شي حاجة ما كنعمرش بالماء كنخليه كويسه تهككناه شفين كنهز وكنخوي بالنسبة الهدوك اللي كيديرو الماء هدوك اللي عدي يديرو في الكوكوت وغدي يصدو عليه انا كنديرو واحد طريقة واحدة اخرى عدي نقولها لكم اخرى عدي تجيكم غريبة شوية وغتضحكو علي انا كنلمده بالملايات كننفرش له ملايات من السحت وكننلمده مزيان ذاك البانيو وكنولين تقل عليه يعني شحان ما تقلت عليه وشدك سخونية شحان ما كييرو بلينا مزيان وبالنسبة للمود دك اتبقى تقريبا ربعات ديال سوايع او لخمسة ديال سوايع وانتي كتخليه كييرو بي يعني الى كنت يعوان ان شاء الله انك تسحري به غتي تديريه في الصباح وتخليه واني كتدوز ذاك ربعات سوايع كتديريه في المبريد طبعا الحركة تسدلو وجيه دياله بسلوفان باش ما تدخلو شريحة تلاجة او لاشي حاجة وكتخليه يبرد على خاطره احتى لوقيته اللي كتبغيه سواء في الفطور او لا في الصحور وكوليه بصحتك وراح تكورت ديالي الخبار بالنسبة لطرو ديال الحليب انا ادالي تقريبا هنا يا خمسة ديال كيسان ونص تقرأ تبارك الله كييرو الخير والبارك انا غدي ناخد ورق نحاول نسد ذاك الوجيه تقدروا تديره ثلوفان تسده كل كاس بوحده ولكن كيشد شوية ديال الوقت وهذا غي يكون بدك يروب لنا الحليب ذاك الشعلاج كان دير هاد العملية هادي كان نجمع كل شي فضقه وكان هني راسي ولكن صراحة كيجي غزال انا ما كيجبنيش نهائيان رايب زنقه وبزاف ديال الناس وبزاف ديال المتابعات القدام راهو ما عارفين هاد القادية هادي ولكن هادا كيشي خاطير وطبيعي وطبيعة الحال كيبقى الوليدات الاغدلي الناس اللي عندهم الوليدات طبحت لها رحنا كنساوهم نهائيان في الماكلة كتحيري شنو تبجدي وهما بسلمتوني كتبقى شي حاجة ما كيبغيبش ولي وياكلوها كيلقاو هاكا الرايب كيعجبهم وكياكلوه انا ولدي عنده العمر فيه ان شاء الله تانسوا موليداتكم يبقى وياكلكم هكا الحواج الصحية حسن ما كنديرو ذاك الكينا نتروب لنا الحليب الصراحة صحيبة بزاف على الوليدات دياننا سوف يده بغدين نهزو وقد يمشي نخبعو في شي بليسها سخونة ونلمدهم زيان بالملايات ونتقلو كيف ما قلت لكم هانتو مالبنا تشوفو كيفاش كيجي كي صراحة مادا قديرو رائع وخطير بزاف 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 اللي لحتو رح نقصو الكويسات تردرلي فيها الوليدات ما شاء الله تحجم ما كتبقى فيها كيش يشد راسو وخاتر انا كنوريكم بهاد الكويس هذا حيث بيه غادي نسحر والشي الاخور مازال غادي نخليه يزيدي برد ذاك الشي لاش كنهزغي ذاك الكاس هوني واللي نردو فقط غيت توضح وبصحتكم وراحتكم ما تنساوش خطكم اللايك والتعليق زوينا ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة